اطلالة على هذه الاتصالات من القاهرة نضم إلينا كريم الشيخ مراسل الغد أهلا يا كريم أولا ما هي أهم رسائل الرئيس المصري خلال اتصاله برئيس المجلس الليبي وأيضا رئيس الحكومة كريم أهلا محمد الرئيس المصري حاول خلال هذا الاتصال ارسال عدد من الرسائل على متانة العلاقات المصرية الليبية في هذه الأثناء ومستقبلا من خلال توجيه يعني كافة الشكر والترحاب بقدوم رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنافي كرئيسا للمجلس الرئاسي الجديد وأيضا الترحابه لقدوم عبد الحميد دبيبة كرئيسا للحكومة الجديد في ليبيا وهذا ربما يكون من أهم ما جرى في العلاقات المصرية الليبية خلال الفترات الماضية من اتصالات بين رئيس مصر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي خصوصا أن كانت العلاقات المصرية الليبية خلال الفترة الماضية مع الحكومة الليبية الماضية متأثرة للغاية وهذا ما رصدناه طوال السنوات الماضية وبالتالي مع مكالمة الرئيس المصرية اليوم برئيس المجلس الرئاسي يمكن أن نقول أن عدد من المحللين برروا هذا بأنها رسالة طمأنة على مزيد من العلاقات المصرية الليبية خلال الفترات المقبلة طيب يا كريم فرقاء ليبيون مجتمعون الآن في الغردقة كيف هو وقع هذه الاتصالات بين الجانب المصري والليبي الآن على اجتماعاتهم؟ عبدالله أبو ليحق وهو المتحدث باسم البرلمان الليبي كان له تصريحات قبل ساعات من الآن في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري وبين رئيس مجلس الرئاسي الليبي وقال أن هذا الاتصال كان له أثر إيجابي على الفرقاء الليبيون المجتمعون الآن في مدينة الغردقة المصرية اليوم وأمس وخلال أيضا يوم غد سيكون هناك اجتماع للمصار الدستوري هذا الاجتماع يعقد للمرة الثالثة في مصر خلال الأشهر الماضية بدأ في يناير الماضي وقبله في أكتوبر الماضي واليوم يجتمع هؤلاء الفرقاء من أجل الوصول إلى نقاط تتعلق بالاستفتاء على الدستور وربما أيضا إنشاء مسودة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل وبالتالي إجراء الاتصال اليوم بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي بحسب المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي كان له أثر إيجابي على الاجتماع وتحدث عن أنه سيكون أيضا له أثر إيجابي على نتائج الاجتماع التي ستخرج يوم غد شكرا جزيلا كريم الشيخ مراسل الغد من القاهرة شكرا جزيلا الأخبار ما زالت معكم من الغد في القاهرة بعد الفاصل تتابعوا وفدوا لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى غزة شكرا جزيلا